في شراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية نظم ديوان الموظفين العام في مقر المدرسة الوطنية للإدارة ندوة تعريفية خاصة بجائزة التمييز الحكومي العربي اليوم في 32 تجربة فلسطينية موجودة على موقع هذه الجائزة من مجموعة من مؤسسات الدولة وأنا سعيد سأكون عندما أجد الشباب والصبايا المتميزين من بلدنا فلسطين يحصلوا على هذه الجوائز وخاصة أن أي إنجاز يتحقق في بلدنا له طعم آخر ومعنى آخر وقيم إضافي أخرى لماذا؟ لأن فلسطين تنجز وتبني وتتميز في ظل أعقد وأصعب الظروف هذه الجائزة تهدف إلى نشر ثقافة التمييز في المؤسسات بالدول العربية وخلق فكرا قياديا إيجابي قادرا على تبني التمييز والإبداع في المؤسسات الحكومية من أجل تحسين الأداء العام وتطوير عمل القطاع الحكومي ومؤسساته إضافة إلى أنها تعتبر منصة لتبادل أفضل الممارسات الحكومية الناجحة الجائزة كما تعلمون وكما أشار معاليه تهدف إلى تعزيز ثقافة التمييز الحكومي في المؤسسات العربية وخلق نوع من المنافسة في ما يحقق الكثير من التمييز في مخرجات مؤسساتنا العربية وأهمية هذه الجائزة هي حقيقة تشكل خارطة طريق من مراحل التمييز وأنا أشير إلى مرحلة وكما أشار معاليه هي تمييز ورحلة وليس محطة لكن التطوير والتحسين عمليتان مستمرتان وكل فترة هناك الجديد وهناك التحول الرقمي وغيره من الإنجازات التي نشهدها في كثير من مؤسساتنا العربية وبالتالي سيستمر التنافس وسيستمر التطوير والتحسين في كل مرحلة تتضمن الجائزة مستويات عدة من التمييز الريادي من أبرزها الجهات المحفزة والمؤثرة والجهات الرائدة والتي تصنف الجهات الحكومية بناء على كفاءة وفعالية مواردها البشرية والمعرفية والمالية التي تساهم في تحقيق رؤيتها بما يتوافق مع الأهداف الوطنية وضمان تطوير المستمر والتجدد في جميع جوانب عملها بما يضمن تحقيق التأثير الإيجابي على المجتمع يأتي إطلاق هذه المبادرات عزيزا لثقافة الإبداع والتمييز وتشجيعا للمبادرات التي من شأنها أن ترتقي بعمل القطاع الحكومي من أمام مبنى المدرسة الوطنية في أبوش خادم حنين الحلو تلفزون فلسطين